جهزية تم لملعب نيلسون منذ الفبراق من أجل احتضان المباراة الدولية الوديال التي ستجمع منتخبنا الجزائري ضد المنتخب البوليفي سهرة اليوم بداية من الساعة العاشرة ليل وكما تشاهدون في الصورة التي هي أمامكم عملية سيانة أرضية الميدان ما زالت متواصلة والأرضية تبدو أنها رائعة جدا حيث تم تخطيطها بالكامل وهذا من الأشياء الإيجابية إذن يمكن القول أن ملعب نيلسون منذلة في براقي وبعد غلقه لعدة أشهر اليوم أصبح جاهز لاحتضان مباراة المنتخب الوطني الجزائري والدورة الدولية الودية التي ستحتضنها الجزائر حيث سيلعب سهرة اليوم ضد منتخب بوليفيا وبعدها سيلعب ضد منتخب جنوب إفريقيا والمنصة الشرفية التي تشاهدونها أمامكم كذلك جاهزة لاحتضان الشخصيات في ملعب نيلسون منذلة إذن يمكن القول أن الجزائر نجحت في تهيئة الملعب من أجل أن يكون جاهز لاحتضان هذه المباراة الدولية الودية خاصة أننا عانينا من وضعية أرضية ملعب براقي أين كانت تعاني في عديد المباريات حين كان الناخب الوطني جمال بالماضي حيث أنه في معظم المباراة نشاهد أرضية كارثية واليوم سوف نرى أرضية عالمية حقيقة وهي جاهزة مئة بالمئة إذن ستكون سهرة اليوم في ملعب نيلسون منذلة ببراقي سهرة رائعة بمباراة المنتخب الوطني الجزائري ضد ناظره البوليفي ستكون سهرة رمضانية بامتياز نتمنى أن نشاهد خطط جديدة من المدرب فلاديمير بيتكوفيج ونتفلنا التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري وتحقيق الفوز في هذه المباراة ومواصلة البناء في المنتخب الوطني الجزائري خاصة وأننا مقبلون على مرحلة جديدة بقيادة المدرب بيتكوفيج هذا هو الجديد الذي أردت أن أقدمه لكم في هذا الفيديو عن آخر صور ملعب نيلسون منذلة ببراقي والجهيزية التامة للملعب من أجل احتضان مباريات المنتخب الوطني الجزائري إلى اللقاء